السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نعلم ألمانيا قامت بتشديد مراقبة حدودها مع جميع الدول المحيطة بألمانيا والآن تم إيقاف سيارة بالقرب من الحدود النمساوية كما نعلم يتم أيضا المراقبة وضبط الحدود على الحدود مباشرة وأيضا خلف الخطوط مباشرة تحديدا في ميتنفالت بالقرب من الحدود النمساوية تم إيقاف سيارة فيها سبعة أشخاص سوريين وسائق من لتلانت ولكن عديم الجنسية رح نشوف الآن التفاصيل الشرطة الألمانية قامت بإيقاف سيارة على الحدود النمساوية مباشرة وعلى متنها سبعة سوريين في ظروف بائسة وصعبة جدا وتشكل خطر على حياتهم أربعة أشخاص موجودين في المقعد الخلفي وداخل السيارة يوجد يعني العفو منكم أيضا إقياء على السيارة من الأعلى إلى الأسفل فالواضح أنه ظروف صعبة وقضوا ساعات طويلة جدا في السيارة وفي باكاج السيارة أيضا في الكوفاغوم سلاسة أشخاص أيضا تخيلوا ثلاث أشخاص يسعوا بباكاج السيارة يعني مرعب يعني بدون تنفس بدون أي شيء يشكل خطر يعني في ظروف تشكل خطر على حياتهم والسائق تم إلقاء القبض عليه عمره 38 سنة وهو من ليتلاند ولكن يعتبر هناك عديم الجنسية لا يحمل جنسية يعني نظامية وليس معه لا شهد سواء ولا إقامة ولا بصبور ولا أي شيء يعني يسمح له بدخول العراضي الألمانية فتم إلقاء القبض على السائق وستم تقديمه الآن للمحاكمة بتهم التهريب البشر تحت ظروف أيضا تشكل خطر وتهديد على حياتهم أما السوريين فوضعهم صعب جدا ثلاثة أشخاص منهم سمح لهم بدخول ألمانيا وتم نقلهم إلى مركز استقبال أولي وأربعة أشخاص تم صدهم على الحدود ولم يسمح لهم بدخول العراضي الألمانية وتم إعادتهم إلى النمسا بعد التحقيق معهم تبين أنهم انطلقوا من سلوفينيا من هناك وعلى ما يبدو أنهم الآن وصلوا إلى الحدود الألمانية وتم طبعا إيقافهم طبعا ألمانيا متشددة جدا الآن في مراقبة الحدود وضبط الحدود فصعب جدا العبور بهذه الطريقة وخاصة قالوا أن الأمر كان واضح يعني وضوح الشمس أن السيارة وضع ليس طبيعي بوجود أكذا عدد كبير من الأشخاص بداخلها لكن مفاجأ أيضا ثلاث أشخاص في الباكاج في الكوفاغوم فمن تم نحذر ومن نبه ونبهنا على مدى السنوات بشكل دائم عدم الصعود إلى هذه السيارات بهذا الشكل مع مهربين ليس عندهم أي ضمير فقط هدفهم المال وبطريقة تشكل خطر وتهديد على حياتنا ما فائدة أن أغامر بحياتي بهذا الشكل للوصول إلى ألمانيا إذا كنت ممكن ما أصل لألمانيا لأنه بتم نقلي في ظروف صعبة جدا في سيارة ضيقة بدون تنفس بدون هواء تتخيلوا ثلاث أشخاص في باكاج السيارة كيف حاطينهم يعني أمر مستغرب يعني وداخل السيارة يقولوا فيه إقياء من يعني داخل السيارة من الأعلى إلى الأسفل يعني بمعنى أنه أقضوا على الأغلب ساعات طويلة جدا داخل السيارة ودوخانين كلهم يعني التهريب عبر الحدود بهذا الشكل غير إنساني تماما قانونيا الشيء الحصل تم نقله المهرب مباشرة ووضعه في السجن وتقديمه لقاضي التحقيق وسيتم التحقيق معه بالتهم المذكورة الأشخاص السبع سناسة منهم دخلوا إلى الأعراضي الألمانية سمحوا لهم وتم نقلهم إلى ياسعفنا معين غشتون مركز أولي لاستقبال أما أربعة أشخاص فتم منعهم من دخول ألمانيا وإعادتهم إلى النمسا النمسا كانت غاضبة جدا من هذه الخطوة الألمانية وأيضا بولندا من موضوع أن ألمانيا قررت بأنه من لا يستطيع أو لا يسمح له بأن يحمل أوراق سبوتية أو أي شيء يعني بشكل نظامي لن يتم سمح له بدخول أراضي الألمانية وتم إعادة أربعة أشخاص إلى النمسا لا نعرف التفاصيل أكثر من ذلك هذه المعلومات الرسمية الآن المنشورة فالنمسا أيضا كمان علنت أنها لا ترغب باستقبال هؤلاء اللاجين ولكن هن عبروا عبر أراضيها يعني دخلوا من الأراضي النمساوية صحيح قادمين من سلوفينيا ولكن هذا هو الخلاف الآن بين ألمانيا والدول المحيطة بها والمستشار الألماني نفسه في كلمته في البرلمان قال يجب أن ندخل أيضا في هذه النقاشات مع الدول المجاورة ونتحمل أيضا اللوم والضغط في سبيل حماية الحدود الألمانية فعم نلاحظ الآن أنه مراقبة الحدود من ناحية عبدأ للضبط يعني أيضا التهريب عبر الحدود صعب جدا صار جدا وأول حالي سابت فيه أيضا إرجاع أربعة سوريين الآن على الحدود إلى النمسا وطبعا المهرب دائما أقوبته أكبر وسيتم محاكمته الآن بهذه التهم في الموضوع التالي غدا الأحد الانتخابات الثالثة الآن خلال مدة شهر بعد الانتخابات في مقاطعة توريين وزاكسن غدا أيضا في بغندنبوك المقاطعات الثلاثة الشرقية الهامة وفي مقاطعة بغندنبوك غدا كل متخوف الآن مرة أخرى من فوز حزب الآيف دي هناك استطلاعة الرأي الأخيرة أظهر التراجع طفيف لهم وتقدم طفيف لحزب الاس بي دي ولكن حسب استطلاعات الرأي الأخيرة الآيف دي ما يزال متصدر بنسبة 28% حزب الاس بي دي يليه بنسبة 27% الـ سي دي او 14% فقط حزاب الحاكمة الأخرى الغرونة أربعة ونصف بالمئة فقط الـ لينكة أربعة بالمئة الفغاية فيلا ثلاثة ونصف بالمئة الـ بيفاو بي اف بي أما بنزاغة فانكنيش الحزب المؤسس حديثا كمان 13% فعم نلاحظ أنه أيضا في هذه الحالة يعني حتى المستشار المتخوف من حفوز حزب الـ اف دي في هذه الانتخابات طبعا حاليا الحكومة الحالية هي بقيادة حزب الاس بي دي كما نعلم أنه في تحالف عبي حكم الان في بغندنبوك هو حزب الاس بي دي وحزب الـ سي دي او والجرونن ثلاثة أحزاب ورئيس الوزراء أيضا فايتكا ديتما فايتكا منعرف عن حزب الاس بي دي هو الحاكم الان فبنسبة لحزب الاس بي دي وحزب المستشار هو موضوع سباق للمحافظة على رئاسة الوزراء في هذه المقاطعة ليفوزوا بها مرة أخرى ويحافزوا على هذا المنصب ولكن حزب الاس بي دي كما قلنا فستطلعت الرأي متصدر بنسبة طفيفة يقدر ستكون الانتخابات فحتى لو لم يفوز حزب الاس بي دي بأغلبية الأصوات غادر على الأقل من المتوقع أن يكون في هذه الحالة في المركز الثاني وبالتالي في تورينجين فاز نعلم في زاكسن أيضا في المركز الثاني والآن في بغاندنبوك الخوف مرة أخرى من فوزي ومع ذلك لحد الآن لم يتم تشكيل حكومات في مقاطعة زاكسن وتورينجين طبعا هي طوال وقت المحادثات الجارية في محاولة للالتفاف بين بقية الأحزاب لاستبعاد حزب الاس بي من الحكم هناك يعني بشان نكون واقعيين حقيقيين يعني بالأمر كما يجري يعني محاولة استبعادهم لعدم السماح لهم بالوصول للحكم برغم أنه هن انفازوا في مقاطعة تورينجين في مقاطعة بغاندنبوك الآن نفس الشيء التخوفوا من فوزهم وأكيد بعدها سواء انفازوا في الانتخابات أو لم يفوزوا الأحزاب الأخرى الآن عبتحط الاحتمالات الممكنة كيف يمكن التحالف لاستبعادهم من الحكم لأنه حزب القلون بيجوز حتى ما يدخل البرلمان في هذه الحالة وبالتالي الحزب الجديد صاعد هو حزب بنزاغة بانك نيشت رح يكون هو له الدور المحوري في المقاطعات الثلاثة عند تشكيل الحكومات هناك كما أملاحظ في الفترة الماضية طبعاً غداً لكل المواطنين الألماني اللي بيحملوا الجنسية الألمانية حق لهم المخشاركة في هذه الانتخابات والإدلاء بصوتيهم الشيء الهام هو المشاركة في الانتخابات يعني ممارسة الحق الطبيعي الديمقراطي لكل إنسان في هذه المقاطعة لسكن المقاطعة مقاطعة لكل الحباي كمان اللي بتعبونها ممكن تشاركوا غداً في الانتخابات وتدلوا بأصواتكم أيضاً لاختيار حكومة مقاطعتكم ننتقل الآن للموضوع التالي أزمة لدى شركات صناعة السيارات في ألمانيا من أشهر أعمدة الاقتصاد الألمانية هي شركات صناعة السيارات على مدى عقود الشركات الرئيسية بنعرف الفوفي كونسين أضخم شركة في ألمانيا صناعة السيارات مع كل الشركات اللي تابعة لها يعني العودي البوش يعني أيضاً الشركات الأخرى موجودة خارج ألمانيا اللي كمان بتستفيد من قطعة شركة فوفي مثل زيعت أو حتى يعني في كتير شركات أيضاً والسوليفة أيضاً موردين قطعة التبديل أو القطعة السيارات بالنسبة لشركة فوفي طبعاً لعنا كمان شركة مرسيدز وشركة بيم في كل الشركات الألمانية الرئيسية عبتعاني من صعوبات الآن كبيرة جداً رح نشوف الأسباب بشكل سريع الفكرة هي أنه يوم الأسنين دعا وزير الاقتصاد الألماني غوبة هابك ونائب المستشار إلى قمة تجمع الآن ممثلين عن شركات السيارات صناعة السيارات الألمانية الرئيسيين والشركات الموردة أيضاً للقطع السيارات وكذلك لقابات لعمال ويعني نقابات أخرى الفوضية الأوتوموبيل بغانشنفاباند فراح يكون فيه اجتماع قمة لدراسة ما إذا كان هناك إمكانية لدعم الشركات وخاصة فوفي كما شاهدنا شركة فولكسفاقين في الفترة الماضية أعلنوا عن برامج تقشف شديدة بسبب الوضع الصعب للشركة الأسباب الرئيسية تحدثنا عنها تراجع مبيعات شركة فوفي من حيث عدد السيارات العبزة تسمعها كتيني من ناحية من ناحية أخذ أيضاً صعوبات وفي ارتفاع تكلفة التصنيع مرتبطة بارتفاع الأجور وأسعار الطاقة وأيضاً المنافسة القوية من الصين شركة فوفي أيضاً مشكلة كبيرة قبل عدة أيام عندهم غقوف أكسيون سحب سيارات يمكن 1.5 مليون سيارة حاطين فيه أيضاً على ما يبدو فيها مشاكل راح يضطروا يجعوا يسحبوها أو يبدلوها ولا هذا شكل هذا الموضوع التكلفة إضافية طبعاً للشركة ضربة ضخمة لكل أرباح الشركة لهذا العام وأدى ذلك إلى انهيار السامة أيضاً في البورصة كذلك شركة مرسيديس عبت عاني من صعوبات في بيع سياراتها خاصةً في السوق الصينية طبعاً ما هي المشاكل الرئيسية بشان نحط إيدنا مباشرةً على الموضوع بدون إيطالة كما نعلم عم ننتقل الآن إلى عصر صناعة السيارات الكهربائية الاتحاد الأوروبي عم بيفرض شروط أصعب على انبعاز غاسية نكسيدي الكربون لحماية البيئة والمناخ ونعرف أن محركات الاحتراق اللي هي مشهورة فيها ألمانيا وخاصةً محرك الديزل أصبح غير مرغوب به في الوقت الحالي لحماية البيئة والمناخ فعبتم محاولة الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية ولكن ألمانيا مشهورة بمحركات الاحتراق والذي في زمن طويل وخاصةً في نصف مبيعاتها في السوق الصينية فقط فألمانيا تأخرت في الانتقال إلى عصر الصناعة السيارات الكهربائية سبقتها العللات المتحدة الأميركية شركة تاسلا الرائدة صناعة السيارات الكهربائية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية والشركات الصينية أيضا التي اكتسبت خبرة الآن وأصبحت قادرة على صناعة السيارات الكهربائية وبتكلفة أقل فبالتالي الصين أيضا عبد تفرض الآن تدريجيا عبد تنتقل إلى عصر السيارات الكهربائية و عبد حوال تخفض بعصا Yani x이드씨 drum عندهم أيضا فبالتالي لما الشركات و المواطنين راحι عشتروا سيارات في الصين attering ان اقول ان راح يشتروا سيارات كهربائية. ففي هزي الحالة السيارات الكهربائية الخيارات المتاحة. الخيارات المتاحة هي إذا الشركات الألمانية ما عاد بيشتروا سياراتهم عندنا معمل شانجهايجة كمانا عاد ينتج سيارات تيلة هناك و الشركات الصينية صارت يعني شركات عديدة جدا عاد تصني السيارات بتكلفة أقل من الشركات الألمانية و عد عديد من الأحيان الشركة الذي تعرف ما نجحت في سيارات مثل ايدي تغايل ايدي فيه ايدي فنف لم تأتي بهذه الجودة المعهودة من شركة فو فيه كشركة صناعة السيارات لانه حديثة العهد في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات ومدى السيارة فيه صعوبات كتير طبعا المانيا تملك شركات سيارات مرعبة يعني كهربائية مثل سيارة بوشا تايكان بوشا مكان الآن او دي جي تي اي اس او حتى الان البلاتفوم الجديد البي ام في كمان ال اي فنف ولكن هي سيارات غالية جدا ليست سيارات يعني مخصصة للانسان العادي بدخل يعني متوسط او محدود فبالتالي شركات سيارات الالمانية عبت عاني عبت اضطر تنتقل عصر السيارات الكهربائية وما عبتقدر ما عندها سيارات باسعار مناسبة تقدر تبيعها وتبيعها كميات اكبر فعبتتراجع في صعوبات الخوف هو ان تقوم شركة فوفي بتسريح عدد كبير من العمال وان كان نفت الشركة ذلك الان ولكن الخوف هو من اغلاق معمل امدن او تسفيكاو المعملين المخصصين للصناعات السيارات الكهربائية ووزير الاقتصاد غوبة هابكزار الباريحة امدن معمل امدن والتانية رح تكون القمة ورح نشوف اذا رح يقدروا يساعدوا شركات الصناعات السيارات الالمانية اهم تلميح كان الان هو يعيدوا الانفلد بريميا نعرف ان في المانيا كان في انفلد بريميا وهي الدعم السيارات الكهربائية بحيث ان الشخص لما يشتري سيارة كهربائية يحصى على الانفلد بريميا جزء منها من الشركة وجزء منها من الدولة مباشرة يعني بعد ما نشتري سيارة الكهربائية كان ممكن نقدم طلب نحصار نسترجع على مبلغ اول شي كان الدعم تسعة تلاف يورو يخف الى خمسة ستة اه الى اربعة ونص ثم تم الغاوه بسبب مشاكل في الموازنة بنعرف صغير فيه نقص في الموازنة فالدولة اوقفت دعم شراء السيارات الكهربائية فبالتالي تراجعت لسه اكتر شراء السيارات الكهربائية وخاصة من الشركات الالمانية في المانيا فالتلميح الان انه قد يتم بشكل او باخر الان وضع برنامج جديد من قبل الدولة لدعم بيع الشركات عن طريق يعني دعم بيع السيارات الكهربائية ولكن طبعا يتم تبويله من الموازنة ومن اموال الضرعي اتمنى اكون اعطيتكم ايك فكرة شوي تفصيلية يمكن اسهبت شوي بالتفصيل عن مشكلة شركات السيارات الالمانية حاليا ننتقل الى الموضوع التالي في مقاطعة بايان ماكوس زودا هناك رئيس وزراء المقاطعة ورئيس حزب السي اس او يعني اعطى امر نهائي بان لا يتم الغاء المذاكرات المفاجئة في مقاطعة بايان يتم التركيز على جودة التعليم بشكل كبير وشاهدنا الان في الفترة الماضية تراجع ايضا جودة التعليم في المانيا ايضا بسبب فترة الجائحة ولأسباب اخرى عديدة يتحدثنا عنها ولكن في هذه الحالة في مقاطعة بايان رفض الان رئيس وزرائها بشكل قاطع ان يتم الغاء المذاكرات المفاجئة وان تبقى موجودة هذا يعني ان المدارس يمكن ان تقوم بعمل مذاكرات او امتحانات يعني ايضا مفاجئة هناك دون الاعلان عنها بشكل مسبق وتم التفاجئ من قرار كانت مفاجئ يعني قرار رئيس وزراء المقاطعة بهذا الشكل القاطع كمن المتوقع ان يكون هناك حوار بين ممثلين عن يعني المعلمين عن الاهالي عن ايضا النقابات المتعلقة بالتعليم فمع ذلك يعني تم الان بشكل حاسم وبقرار من رئاسة الوزراء ان يتم الابقاء على امكانية عمل مذاكرات مفاجئة في المدارس وذلك للحفاظ على مستوى تعليمي معين تحديدا يعني انه الغاءة سيؤدي الى تخفيف الكسافة التعليمية فرئيس الوزراء مصر على ابقاء هذا الاحتمال في مقاطعة كما نعلم سياسة التعليم هي سياسة خاصة بكل مقاطعة تستطيع صياغة سياستها فيما تعلم بنظام التعليم في مقاطعاتها وهيكم كنا عملنا جولي على هم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته